حسبي الله ونعم الوكيل عبارة ترددها الحاجة فاطمة حرقة على ابنها فرقان صاحب الخمس واربعين سنة الذي تمر قرابة سنة كامل على اختفائه في ظروف غامضة على متن الباخرة النفطية العرب بن مهيدي التابعة لشركة سونتراك التي كان يعمل بها كميكانيكي نطلب الله تعالى وربك اللي هو خلقنا وخلق عباد الله المسلمين ونطلب المرأة ستة فليقة قبود فليقة وهذا كل وزارة يرسلوا لأصحاب الزو واصحاب الزو يرسلوا لأجريسي يحاوزون لأولد تابعة جل وهذا تربى عنتم الشركة البترولية رجحت احتمالية سقوط فرقان من الباخرة في أحد الجزر اليونانية حيث لم يتم تقديم أي ملف قضائي بخصوص القضية أو فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة ما أثار شكوك أفراد العائلة شركة النقل المحروقات شركة إبراو كانت بأرزو لم يحبوا لا يستقبلونا حتى السيد رئيس المصلحة والشافة بارتوان موتمك والمدير كان تمك وقالهم لا يستقبلوا لهم يذهب إلى العادنة مع أنه لا علاقة معهم بعد 21 سنة أختيعي لما كان الموظف سنتيتي إلى دائم في مصاب دائم موظف في مصاب دائم بالشركة في 21 سنة وحسب المعطاية والمعلومات العمالي جاءوا عن البيت وعزونا يقولون الطاح في بين جزيرتين نيكسوس وميكسوس تابعة لدولة اليونان يجيبوها حيونا مجد هذا ما نطلب هذا ما نقول يجيبونا لنبقى كسبتها فاليجة ومسجات رأي عندها عندهم الفاليجة وفاني قاسها قاس الفاليجة وقاس كسبها وقاس لأخول وشوفها قاها بشوفها وشوف الفاليجة فاني قاسها مصير الإبن المفقود لا يزال مجهولا في وقت تبقى العائلة تناشد الحكومة في التدخل العاجل وفتح تحقيق في قضية اختفاء ابنهم الذي كان يعيل عائلة بأكملها اشتركوا في القناة